السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العبادات والمعاملات والعقائد والأخلاق للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله علينا وعليه توفى سنة 1376 للهجرة وهذا الكتاب سبق امتداء شرحه في سنوات مضت في هذا المسجد الحرام المبارك وكان الموقف عند قول المصنف رحمة الله علينا وعليه أبواب الشفعة والمساقات والمزارعة والإجارة وإحياء الموات الشريعة برحمة الله سبحانه وتعالى جاءت بكل ما يصلح ويصلح الناس في أمور دينهم ودنياهم وما يعود عليهم بالسعة والرغد حتى يحققوا عبادة الله سبحانه وتعالى وأن يستعملوا ما وهبهم الله سبحانه وتعالى وأعطاهم إياه من أمور الدنيا عوناً على طاعته وبهذا تصلح أمورهم الخاصة والعامة وتطيبوا أحوالهم في حياتهم في مطعمهم وفي مشربهم حتى يؤدُّ عبادة الله على الوجه الأكمل لأن العبد إذا أدَّى ما عليه وأُدِّي له ما كان له فإنه يدخل في العبادة بنفس مطمئنة ونفس طيبة فلا يشغل نفسه عنها فلهذا جاءت هذه الشريعة بالخير والسعة قال الله عز وجل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرسالته عليه الصلاة والسلام رحمة لجميع العالمين لجميع الناس حتى غير المسلمين فإنه رحمةٌ لعموم الناس لكنها رحمةٌ خاصة في الدنيا موصولة بالرحمة التي لأهل الإسلام في الآخرة فيرحمهم الله سبحانه وتعالى برحماته العظيمة التي يُضاف إليها رحمته لهم في الدنيا ومن ذلك ما أشار إليه المُصنَّف رحمه الله وأشار إليه عامةُ أهل العلم في هذه الأبواب خصوصاً في أبواب المُعاملات قال رحمه الله عن جابر وهو بن عبد الله ابن عمر ابن حرام السلمي رضي الله عنه صحابي جليل شهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبوه عبد الله ابن عمر ابن حرام السلمي صحابيٌ كبيرٌ جليل قُتِل يوم أحد شهيدًا رضي الله عنه وابنه جابر توفي سنة ثمانٍ وسبعين وقد قارب المئة وهو من كبار الصحابة وعلمائهم روى حديثًا كثيرًا وعلماً وفيرًا رضي الله عنه وأرضاه يقول عجابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم هذه هي الشفعة التي قضى فيها النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه واجب والمعنى بالشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه التي انتقلت التي كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل الثمن المسمى أنت لك شريك مع إنسان في أرض في مستان في بيت في أي شراكة هو شريكك أنتما شريكان أو ثلاثة شركاء أو أكثر فباع شريكك نصيبه من هذه الأرض نصيبه من هذا البيت نصيبه من هذا البستان فإنك لك الحق أن تنتزع هذا الشقص وهذا الجزء الذي باعه شريكك وإن كان تم مع غيرك متى إذا أردت أن تشفع واش معنى الشفاعة الشفاعة هو من الشفع والشفع هو ضم الشيء إلى الشيء إلى آخر بعد أن كان فردا كان شفعا فأنت نصيبك شيء واحد فإذا قلت للبائع الذي هو شريكك في الأساس أنا أشفع يعني أريد أن أضم هذا الجزء الذي بعته إلى نصيبي فيكون شفعا في حقك في هذه الحالة فإنك تنتزع هذا الشقص وهذا الجزء الذي ذهب إلى أجنبي يعني شخص آخر ليس شريكا لكما وإن كان قد تم البيع مع غيرك مع غيرك كما قال العلماء في معناها هي انتزاع الشريك حصة شريكه التي كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل بمثل الثمن المسمى باع هذا الشقص بألف مئة ألف بيع صحيح ليس فيه غدر أو ثمن ظاهر وثمن باطن يكون بينهما مثلا ثمن باطن ألف ريال مثلا ويقول أنا بعتها بعشرة آلاف هذه حيلة والحيلة الباطلة وكذب فالمعنى لك أن تنتجع هذه الحصة إذا أردت ذلك ولهذا قال العلماء بمثل الثمن المسمى وعبارة النبي أكمل وأتم لكن العلماء يبسطون ليشرحوا مثل هذه الكلمات في هذه الحالة لك أن تنتجع بصريح قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وقع فيما لم يقسم قضى بالشفعة فيما لم يقسم إيش معنى ما لم يقسم يعني لا زال نصيبك ونصيب نصيب شريكك شيئا واحدا لم يقسم بيت واحد بستان واحد لك النصف وله النصف لك الثلث وله الثلثان أو الربع وثلاث أرباع أو بالعكس أو ثلاثة شركاء لكل واحد الثلث بحسب النصيب ما دمت شريكا في الأصل فإن لك أن تشفع بمعنى تأخذ هذا الشخص بمثل الثمن المسمى فيما لم يقسم إذا كان الشيء مشاع لكن إذا كانت قسمة الأرض لك هذه الأرض هذا القسم منها وله هو الأرض الثانية قسمت وحدت إنما مجرد جوار مجرد مجاورة ليس شراكة في هذه الحالة فيما لم يقسم فإذا قسمت الأرض قسمت كما في نفس الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام في اللفظ الذي في البخاري فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق إذا وقعت الحدود وصرف الطرق تبين الطرق فلا شفعة وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة وعند ابن ما جعن أبي هريرة بإسناد صحيح قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة الأحاديث صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وعند الثلاثة عند أبي داود والترمذي والنسائف الكبرى من الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال بل في حديث الحسن عن جابر جار الدار أحق بدار الجار هو صحيح إلى الحسن والحسن لم يسمع من سامرة لكنه في معنى الأحاديث الأخرى جار الدار أحق بدار الجار قد يقول شخص إن هذا الجار ليس شريك نقول هذه المسألة وقع فيها خلافنا العنان ما المراد بالجار هل للجار شفعة لأنه من قال لأنه من قال جار الدار أحق بدار الجار العلماء اختلفوا على أقوال منهم من قال لا شفعة للجار مطلقا ولو كان وَلَوْ كَنَ بَيْنَ من الجيران لأن هنا مدخلان مدخل عام لجميع الوحدات هذه وهو لجميع من يسكن على يعني على فرض أنهم ملاك لا على أنهم مستأجرون أمن المستأجرون هذا شيء آخر ليس ملاك لأن لا يبيع إنما إذا كانوا ملاكا في هذه الشقة هذا يملك هذه الشقة وهذا يملك هذه الشقة مثلا وهناك أيضا مدخل خاص لكل دور لكل دور فهذا أيضا من هذا الباب فالجمهور يقولون لا شفعة للجوار ولو كان بينهم منفعة لو مثلا باع جارك مثلا هذه الوحدة وهذه الشقة مثلا ما تشع طيب يقول مدخلي ومدخل واحد يطلع علي من الأمور ما لا يطلع عليه غيري يراني حال الدخول ويرى أهلي وكل ما يدخل إلى داري مثلا أو كل ما يدخل إلى دار وفي الغالب أنا أعلم الناس به وأنا بيني وبين جاري هذا من صداق وأهلي وأهله متواصلون فيأتي إنسان أجنبي يشتريها أجار جديد قد لا يناسب وقد تأدى به هل أشفع هذه المسائل الموقعة فيها خلاف فيما إذا كانت الجوار فيه منفعة كما تقدم لكن ليس اشتراكاً في أصل الملك ومن أهل العلم ومن أهل العلم وهم الأحناف قالوا يثبت تثبت الشفعة في كل جوار ولو كان جارين ليس بينهم أنفعة يعني مثل ما يكون الجوار في البيوت وفي الفلال التي تكون طرقها مشرعة طريقاً عاماً قالوا لأن الجار يطلع من جارهم ما لا يطلع عليه غيره والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جار الدار أحق بدار الجار لكن أظهر والله أعلم وهو الذي تدل عليه السنة أن الشفعة تكون في جوار خاص ليس في كل جوار ليس في كل جوار بل في جوار خاص وهو إذا كان بين الجارين منفعة خاصة لهذين الجارين أو هؤلاء المتجاورون قد يكونون أكثر من واحد من اثنين ومن ثلاثة فلهذا إذا كان بينه منفعة خاصة فإن للجار أن يشفع على من اشترى بمثل الثمن المسمى وهذا هو الصحيح وهو الذي يدل عليه المعنى في دفع الضرر عموماً سواء كان ضرر شراكة أو ضرر جوار لكنه ليس أي جوار جوار خاص يترتب عليه ضرر أما الشراكة فإنه تثبت بها الشفعة مطلقاً فأعظم ما شرعت في الشفعة هو دفع ضرر الشراكة لأن الشريكين بينهما من التواصل ومن الاشتراك ما ليس بين غيرهما أما المتجاوران فيشترط أن يكون بينهما منفعة خاصة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في نفس حديث جابر رضي الله عنه الذي روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائف الكبرى وابن ماجه وكذلك أحمد كما تقدم بإسناد صحيح من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الجار أحق بسفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا هذا حديث عظيم يفصل ويفصل المسألة الجار أحق بسفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشفعة التي يشفع بها الجار إذا كان طريقهما واحدا لم يشترك لم يشترك استراك في أصل الملك وبهذا أخذ العلم من هذا معنى عظيم وهو أنه إذا كان بين الجارين إذا كان بين الجارين منفعة مشتركة مثلا في طريق كما في الحديث أو بينهما منفعة خاصة في مثلا مصب الماء الماء الذي يشربون منه لهما خاص خزان واحد مثلا لهما يخصهما في أصل البناء ونحو ذلك من المنافع في هذه الحال لا شك أن بينهما من المنفعة ما يكون بينهما من الجيرة الخاصة التي قد لا يتحمل الجار الجار أو الشريك الجار الآخر هو شريكه في هذه المنفعة يعرفه وبينهما من التواصل وهم متفاهمون على هذا فقد يأتي جار جديد شريك جديد في هذه المنفعة فيتأذى منه فتحصل المفشدة ولهذا الشرع لماذا شرع هذا حتى تحصل الألفة لأن مقاصد الشرع في أمور البيوع والمعاملات أن تبقى معاملات الناس في بيعهم على الألفة والمحبة فليس مجرد بيع وشراء وليس مجرد تجارة لا شرعة التجارة والبيع والشراء للتعارف والتآلف والبيعان إذا بيّن وصدق بورك لهما في بيعه وإن كذب وكتم محقة بركة بيعهما وكم من بيع وكم من عقل ترتب عليه منافع كثيرة من المعرفة والزيارة بل والمصاهرة بسبب بعض العقود في البيعات والمعاملات فهذه المعاملات والبيعات الشريع الإسلامية لأجل أن تحقق الأصل العظيم في الألف بين أهل الإسلام واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحتدون فهذه أمور عظيمة فأنت إذا رأيت عموم هذه المعاملات وهي ليست من أبواب العبارات في الأصل لكنها طريق إليها لتحقيقها ولهذا كل ما أورث مثل هذا من الشقاق والنزاع منع فلذا جعل للشريكين هذا الحق الخاص فجاءت هذه النصوص صريحا في هذا وهنا مسائل في مسائل الشفعة كثيرة عند أهل العلم لكن أيضا الشريعة جاء ما يدل على أن أمر الشفعة بين الشريكين والشريك له الحق إذا باع كما تقدم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة وفي لفظ مسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم لا يحل له أن يبيع يقول عليه الصلاة لا يحل له أن يبيع في لفظ مسلم ليبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك إن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو حق به الله أكبر إن باع ولم يؤذنه فحق به قضى بالشفعة فيما لم يقسم لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ثم بعد ذلك الأمر قال عليه الصلاة والسلام إن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع أي الشريك باع نصيبه ولم يؤذنه فهو أي الشريك الذي لم يعلم أحق به أحق به أحق به من المشتري يعني بمثل الثمن وهذا يبين أيضا أنه لو أعلمه قبل ذلك أنه لو أعلمه لو قال لجاره لشريكه مثلا أنا أريد أن أبيع نصيبي من الأرض التي بيني وبينك أنا أريد أن أبيع هل تريد أن تشتري ما تم من البيع حتى الآن لكنه يريد أن يعرضها الآن يريد أن يعرضها يريد أن يعرضها نصيبه من الأرض نصيبه من البيت نصيبه من البستان مثلا قال قال لا حاجة هذا متى قبل البيع لا حاجة لي ثم باع لما باعه لما باعه جاء الشريك فقال أريد أن أشفع وكان قد أعلمه في أول النهار أنه لا يريد فلما جاء من آخر النهار قال أريد أن أشفع الجمهور يقولون له حق الشفعة وإن أسقط حقه وإن أسقط حقه جمهور العلماء من الحنابل والشافعية والمالكية والأحناف له أن يشفع وفي رواي عن أحمد رحمه الله اختارها العلام القيم رحمه الله قال لا شفعة له في هذه الحال إذا كان قد أسقط حقه الجمهور يقولون له أن يشفع لأنه أسقط ما لم يجب أسقط حقه قبل وجوبه هو لا تجيب له الشفعة إلا متى إلا بعد العقد لا تجيب الشفعة قبل العقد إنما تجيب بعد العقد هذا هو قول الجمهور قالوا له أن يشفع عليه لأنه لأن حقه لم يجب القول الثاني كما تقدم قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه ظاهر الحديث ومفهوم خالفته أنه إذا أعلمه قبل البيع قال أريد أن أبيع هل تشفع قال لا أريد أن أشفع لا أريد ظاهره أن له أن يبيع ظاهره له أن يبيع فباع في هذه الحالة إذا باع لا حق له وهذا هو الأظهر وإن كان خلاف قول الجمهور لهذا الحديث إلا بدليل بي واضح من الشريك يدل على أنه خفي عليه أمر مثلا من الأمور هذا محتمل وهذه ربما تكون إلى اجتهاد الحاكم عند الخلاف والخصومة من المسائل أيضا المشهورة في هذا الباب هل تشفع في كل شيء هي في العقار لا إشكال فيه لأنه قال فإذا حدت الأرض فإذا صرفت الطرق فإذا وقعت الحدود كل هذا في العقار في الأرض والبنيان وكذلك فيما هو تابع للعقار من الأشجار الأرض حين تكون مستان وفيها أشجار ونخيل نحو ذلك هذا تابع للعقار فالشفعة فيها في العقار وما كان تابعا لهم عند عامتها العلم وهذا في العقار بلا خلاف كذلك أيضا فيما هو تابع له هل تثبت الشفعة في المنقولات في السيارات في الأجهزة شخصان شركان في جهاز حاسو شركان في جوال شركان في سيارة شركان في بعير شركان في بقرة شركان في شات في المنقولات من الحيوانات وغيرها هذه فيها خلاف كثير من العلم يقول الشركة تكون فيما يقبل القسمة أما ما لا يقبل الانقسام كالحيوانات السيارات والأجهزة نحو ذلك هذه لا تقبل الانقسام فلا شفعة فيها له أن يبيع وليس للشريك أن يشفع والقول الثاني أن له أن يشفع وهذا هو الصحيح من جهة الأثر والنظر من جهة الأثر قول النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة قوله عليه الصلاة والسلام الشفيع شريك الشفيع شريك والشفعة في كل شيء رواه الترمذي رحمه الله أبو عيسى الترمذي في سننة من رواية أبي حمزة محمد ميمون السكري عن عبد العزيز ابن رفيع عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد أعله أبو عيسى بالإرسال لكن الصواب هو اتصاله لأن أبو حمزة ثقة رحمه الله كبير ومن خالفه فودونه أيضاً له شاهد عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عند الطحاوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشفعة في كل شيء وهذا عند الطحاوي في شرح معاني الآثار الشفعة في كل شيء ومن جهة النظر أنه إذا ثبتت الشفعة فيما ينقسم فثبوتها فيما لا ينقسم أو لا فالشريعة لا يمكن أن تأتي بحكم في أمر من الأمور ثم تمنعه أو تحرمه فيما هو أولى منه من جهة المعنى فإذا كان المعنى موجود في هذا القسم وهو أولى به فكذلك تكون شو عتبي لأن الضرر ضرر الشراكة فيما لا ينقسم أشد من ضرر الشراكة فيما ينقسم رأيت لو كان شريكين في سيارة شريكين في بعير في بقرة في جهاز لا شك أن ضرر الشراكة فيما لا ينقسم أشد من ضرر الشراكة فيما ينقسم فإذا جاءت في نظير فنظيره وما هو أولى منه هو أولى بالحكم منه على القياس والمعنى والشريعة لا تفرِّق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين فهي تجمع المتماثلات في حكم وتفرِّق بين المختلفات لكل حكم ولهذا كان الصحيح أن الشفعة تثبُت في المنقولات كما تقدَّم لعموم الدليل وعموم النظر قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر نخل خيبر أرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها رواه مسلم يعني أن اللفظ لمسلم وإلا في الحديث الصحيحين يعني رواه مسلم بهذا اللهم وفي روايةٍ للبخاري ويجرعوها على أن لهم شطر ما يخرج منها أن لهم شطر ما يخرج منها هذا الحديث له روايات كثيرة وألفاظ وفي الصحيحين وجاء معناه عن جمعٍ من الصحابة رضي الله عنهم وفي هذا إشارة الحديث الأول يتعلق بالشفعة وهو قول وأبواب الشفعة الثاني يتعلق بقوله والمشاقات والمجارعة لأنه قال أبواب الشفعة والمشاقات والمجارعة والإيجارة وإحياء الموات فهذا الحديث والذي بعده تعلق بالمشاقات والمجارعة المشاقات تكون على النخل وعلى الشجر والمجارعة تكون على ما يبذر من الحبوب نحو ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه فوائد أولاً جواج معاملة الكافر باليهودي وغيره في هذه الأبواب ولهذا دفع رسول الله عليه وسلم إلى يهود خيبر نخل خيبر بعد أن فتحها وأقرهم فيها دفع لهم النخل لأجل أن يعملوا فيه يكونون عمالاً فيها ويعملون للنبي عليه الصلاة والسلام على أن يعملوها من أموالهم يعملوها من أموالهم وفيه دليل على أنه يجوز على الصحيح أن يعامل الإنسان من يعمل على أرضه على بستانه على مجرعته على أي شيء يريد أن يعامله في مساقات أو مجارعة مثلاً وأن يكون البذر والحب ونحو ذلك من العامل نفسه لا يشترط أن يكون من مالك الأرض وليقال على أن يعملوها من أموالهم وثبت عمر في البخاري إن جاء عمر بالبذر فلهم كذا وكذا وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا دل على جواز الأمرين خلافاً لمن منع وقال يجب أن يكون البذر من مالك الأرض لأن ذاك بمثابة المضارب لكن الصواب أنه يجوز أن يكون من العامل أو من مالك الأرض كما في الأخبار وهذا سيأتي إن شاء الله أيضاً شارع إليه أن يعملوها من أموالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاطر ثامرها الشطر ما هو النصر الشطر في اللغة يطلق على معاني وقد تختلف المعاني وقد تتقارق وهذا شأن اللغة العربية في ألفاظها وساعتها فالشطر يطلق على النصر شطر ثامرها نصف ويطلق على الناحية فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي ناحية المسجد الحرام ولهم شطر ثامرها فهم يعملون فيها ويفلحونها ولهم نصف الثمرة والنصف الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وفي هذا وفي هذا دليل على جواز المساقات والمجارعة على الثلث أو النصف أو الربع أو ما شاء صاحب البستان والحقل مع من يعمل عليه بما يتفقان عليه فإذا شرط شرط لأحدهما جزء يكون الباقي للثاني لا يشترط أن يذكر يقل لك كذا ولكذا إذا قال فلأ ولك الثلث المعنى لي الثلثان إذا قال لك الثلثان فالمعنى له الثلث وهكذا وهذا فيه دليل أيضا على جواز أن يساقي سواء في الشجر أو في الزرع بثلث الثمرة أو نصف الثمرة خلافا للجمهور قالوا لا يجوز أن تقول تعمل في بستان ولك الثلث من الثمرة لك النصف من الثمرة قالوا لأنك تبيع شيئا معدوما غير موجود ثلث الثمرة هم موجود نصف الثمرة هم موجود معدوم الآن كيف تعامله بشيء معدوم أيضا هو مجهول ومن شرط الإجارة أن يكون معلوما الأجرة والصواب خلاف هذا وأن المزارعة والمساقعة ليست من باب الإجارات هي من باب المشاركات وهذا من سعة الشريعة في أبواب المعاملات كيف يقال إنها إجارة وتحمل إجارة والنبي عامل وجعلهم شطر ما يخرج منها هم أوردوا بعض الأدلة وبعض المعاني التي لا تصح ولهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله كثير من العلماء من أئمة الكبار في المذاهب في جميع المذاهب إلى جوانز المساقات على الثلث أو النصف أو ما يتفقان عليه لأحدهما والباقي للآخر لأن هذا من باب المشاركات ليس من باب الإجارة التي يشترط فيها العلم بالأجرة أنت حين تستأجر إنسان تستأجر سيارة تستأجر دابة تستأجر شخص على عمل لا بد أن تسمي له الإجرة لا تقول أعطيك مثلا شيئا مبهما لا لا بد من العلم لكن هذا ليس من باب الإجارة من باب المشارك لأنهم يشتري كان في الربح والخسارة ربما تنبت الأرض وربما تنبت قد لا يخرج منها شيء قد لا يخرج منها شيء فتكون الخسارة عليهم وقد تنتج إنتاجا عظيما هذا من رحمة الله لأنه لا يعلم كيف تجعل له مثلا جزء معلوم وهو وأنت بعد ذلك قد لا تنبت شيئا فتكون خسارة عليك أو تنبت شيئا عظيما فيكون الغبن عليه يقول عملت له في هذا المستان فأنبت وحصل من الزرع ومن النخل الثمار عظيم ومع ذلك يعطيني هذه الأجرة وهذا الشيء المقدر هذا ما يثير الغير والحق عن النفوس فسد 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 الشارع هذه الأبواق وجعلهما يشتركان في الربح والخسارة كسائر المضاربات حين تكون بينك وبين إنسان مضاربة من مضاربات يعني ما يسمى مثلا في البيع والشرى مثلا تخلي إنسان يعمل مثلا في سيارتك مثلا أو نحو ذلك أو تعطيه مال تقول إنسان هذه مئة ألف مئة ألف عشرة آلاف تعمل فيها تتاجر تقول له المال منك والعمل من فلان فلان يحسن العمل يحسن بعشرة ولك من الأرباح خمسون في المئة لك ستون في المئة لك أربعون بما تتفيقان عليه في هذه الحالة يكون كل منكم عرف نصيبة إن حصل ربح مهما بلغ ومهما نقص يكون قد دخل على بيّن العامل وأيضا صاحب المال دخل على بيّنه فلا يحصل بينهما شيء مما يغل الصدور والنهوس فلو كان الربح كثيرا فلو كانت الربح كثيرا كانت نسبة العامل كثيرة ونسبة صاحب المال كذلك فهذا ميدل على ما جاءت بالشريعة في هذا الباب العظيم ولسدت أبواب القمار أبواب الربا أبواب الغرر أبواب الجهلات وجعلت البيع والشراء على ما يكون فيه سلامة النفوس وطيب النفوس فلهذا كانت هذه المعاملات من أبواب المشاركات من أبواب المشاركات فيشتركان في الربح والخسارة ولهذا عملهم النبي عليه الصلاة والسلام على شطر ما يخرج منها في لفظ البخاري أو يجرعوها على على أن لهم شطر ما يخرج منها كما تقدم في لفظ مسلم ثم ذكر رحمه الله حديث آخر في هذا الباب قال عن رافع ابن خديد عبد الله بن عمر صحابي جليل توفي سنة 73 آخر سنة 73 أو أول سنة 74 أو أول سنة 74 للهجرة حديث رافع رافع بن خديد هو الأنصاري الأوسي رضي الله عنه توفي سنة 74 للهجرة قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا الأنصار كانوا أصحاب جرع وثمر وأهل مكة أصحاب الدرهم والدينار أصحاب التجارة أرضه مرتجار ليست أرض زراعة لكن أهل المدينة أهل حقول أهل مجارع وكان أحدنا يكري أرضه ويؤجرها ويقول فيقول يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي هذه القطعة لي يكري أرضه يؤجرها على إنسان ويقول أريد أن تعمل فيها تعمل فيها أن تزرعها أن تسقيها ويكون لي الزرع الذي في جهتها الشمالية ولك الزرع الذي في جهتها الجنوبية أو الشرقية أو الغربية أو الذي عند السواقي أقبال الجداول والأنهر مثلا إذا كانت في مياه تجري وكانوا يستعملون بعض الألفاظ والماذيانات الماذيانات هي الأنهار الكبار والأربعة جمع ربيع هي الأنهار الصغار وهي أصلها نفرة فارسية الماذيانات قال فيقول هذه القطعة لي يقول صاحب البستان لي هذه القطعة يحدد القطعة معينة وهذه لك يقول رافع رضي الله عنه فربما فربما أخرجت ذه يعني هذا هذه الأرض أو هذه القطعة أخرجت أنبت فبات عظيم ولم تخرج ذه يعني الأرض الثانية الجهة الشمالية لم تنبت يعني البستان في جهة أنبتت وجهة ممحلة لم تنبت مع أن نسقها واحد فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هذا الحديث ميزان عظيم في هذا الباب ويبين حقيقة الخلاف في هذه المسألة وهي مسألة المزارة على الثلث والربع حديث رافع رضي الله عنه له ألفاظ كثيرة لكن هذا اللفظ الذي في الصحيحين يفسر ويبين ويقضي على جميع الألفاظ لأن جاءت ألفاظ أخرى عن رافع رضي الله عنه توهم منع المجارعة والمشاقات بالثلث والربع وكأن الاختلاف ممن يروي عن رافع ولهذا قال العمام أحمد حديث رافع ألوان حديث رافع ألوان يعني مختلف فيه اضطراب يعني اضطرب الرواة فيه يعني من بعده عنه رضي الله عنه لكن صحيح فيه ما جاء في هذا اللفظ وهو قوله رضي الله عنه ربما أن باتت ذه ولم تنبت ذه والذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو تخصيص أرض معينة وهذا لا يجوز هذا قمار فلو اتفق مثلا صاحب البستان مع العامل فقال صاحب البستان أنا أزارعك على هذه أرض تجرعها أنا أساقيك على هذه الأرض يا نخير يا شجر فقال هذه الجهة من البستان ثمرها لي وهذه الجهة من البستان ثمرها لك يحددون حد هل هذا عدل ولا ظلم شو نقول ظلم لأنه ربما تنبت هذه أرض وهذه لا تنبت أو هذه لا تنبت وهذه تنبت سواء كان مجارعة أو كان مشاقاتا وهذا قمار فلو أن الأرض التي للعامل ما أنبتت يكون ظلما لمن للعامل وربما لو أن الأرض التي للصاحب الأرض لم تنبت كان ظلما لصاحب الأرض قد تنبت هذه وقد تنبت هذه قد تنبت جمعات لكن الأمر فيه ماذا مخاطرة والمخاطرة لا تجوز في هذه الأمور لا تجوز المخاطرة ولأنه لماذا لأن المخاطرة مثل القمار صاحب المستان قلبه مضطرب لا يدري هل تنبت أم لا تنبت والآخر أيضا مضطرب يخشى أن لا تنبت مثل من يعبون بالقمار كل منهم مضطرب ما لا يدري هل يخسر أو يربح ولهذا سد هذا الباب الذي يكون بابه من أبواب الغرر والخطر والمقامرة ولذا قال رافع رضي الله عنه في مثل هذه الصورة أما بمال معلوم مضمون فلا بأس يعني لا يجوز هذا لكن إذا أردتم ذلك فاجعلوا مال مضمون اجعلوا ايجارة لا تجعلها مزارعة ولا على هذا الوجه حرام اجعلها ايجارة يعني معنى أن تستأجره بهذا المال لا بس يكون ايجارة والمستأجر يستحق اجرته سواء أنبتت أو لم تنبت إنما الذي لا يجوز كما قال الليث بن سعد رضي الله عنه هو أمر إذا علمه ذو البصيرة أو قال إذا رآه ذو البصيرة بالحلال والحرام علموا أنه لا يجوز إذا رآه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز صدق الليث من سعد رحيمه الله أنه أمر لا يجوز لماذا لما أنه يدور على المخاطرة والغرر والقيمار فلهذا منع وحرم وهذا هو السواب وهو الوسط في هذه المسألة وهو الصحيح هو جوازه على الثلث والربع لكن لا على وجه تخصيص أرض دون أرض أو نخل دون نخل أو شجر دون شجر لما فيه من الغرر والمخاطرة إنما المزارعة تكون عموما حتى تكون بالمشاركات ويشتركان في الربح والخسارة ولا يحصل ضرر على أحد منهما دون إلى آخر وقد فصل هذا علام القيم رحمه الله وجعل حديث رافع في هذه الروايات فيصل في هذه المسألة ورد على من قال إن حديث أحمد إن حديث رافع مضطرب وبيّن كلمة الإمام أحمد رحمه الله في قوله حديث رافع ألوان لا شك أن حديث رافع ألوان فيه ألفاظ محتملة لكن في ألفاظ صريحة واضحة تبين الألفاظ الأخرى ومن هذا اللفظ ولهذا علام السعد رحمه الله اختار هذا اللفظ وهو بيان وفصل لجميع الروايات في هذا الباب قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعى على قراريط على قراريط لأهل مكة رواه البخاري هذا الحديث دليل للشق أو للجملة والكلمة التي قبل الأخير ويقول هو الإجارة والإجارة لأنه ذكر في هذا أربع مسائل الشفعة والمساقات والمزارعة والإجارة وإحياء المواد فذكر الإجارة فيبين أن الإجارة خلاف المساقات والمزارعة لأن المساقات والمزارعة كما تقدم من باب المشاركات لا من باب المؤجارات ولهذا الإجارة بابها أضيق السريعة جاءت في هذه الأبواب كلها من شاء في باب الإجارة ومن شاء في باب المضاربات أو المشاركات ونحو ذلك لأن الأصل في البيوع السعة والحلوة لبحة لكن هناك ضوابط في هذا الباب لا بد من التجام بها حتى لا يحصل الغرر والمخاطرة والقمار حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أنه عليه الصلاة والسلام ذكر ما كان عليه بعد النبوة ذكر لهم بعد النبوة ما كان يعمله لأهل مكة فدل على حل الإجارة وهذا محل إجماع من أهل العلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم وفي حديث نصر بن حجن وقيل عبده بن حجن قد اختلف في صحبته منهم من أثبتها ومنهم من قال إنه تابعي كبير لكن ليس بصحابي وفي حديث الرواه النسائف الكبرى أنه عليه الصلاة والسلام أن نصر بن حجن رضي الله عنه قال افتخر أهل الإبل وأهل الشاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم افتخروا فقال عليه الصلاة والسلام بعث موسى وهو راعي غنم وبعث داود وهو راعي غنم وأنا كنت أرع الغنم لأهلي على قراريط بجيات أو قال بجيات جاءت الفاظ في هذا الحديث وهذا الحديث من هم من علّه بالإرسال لكن جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد ما يشهد له في شقه الأخير في شق حديث أبي سعيد أخير ما يشهد لحديث ناصر ابن حزن والشاهد قوله أنه كان يرعاها عليه الصلاة والسلام الغنم بقراريط قيل بقراريط موضع يقال له قراريط موضع يقال له قراريط وقيل إن قن بقراريط أي بمال والقرار جزء من أربعة وعشرين جزء من الدينار أو جزء من الخلية وقيل القراريط هو نصف سدس درهم نصف سدس يعني واحد من اثنى عشر من الدرهم يعني جزء يسير من الدرهم وجاء في لفظ كل شات بقراط كنت أرعاها لأهل مكة ومنهم من رد هذا وقال بقراريط المراد به موضع يقال له قراريط لكن أنكروا هذا وقالوا لا يعرف موضع يقال له قراريط في مكة وإن قاله بعض المتقدمين كابن الجوزي رحمه الله فالأظهر هو واضح لأنه قال بقراريط لأهل مكة أرعاها بقراريط هذا واضح أن المراد بمال قدر المال قرار على ما تقدم أنه لكل شات قال العلماء رحمة الله عليهم الحكمة من أن الأنبياء رعوا الغنم وأنهم كانوا يرعونها الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يهيئهم أراد أن يهيئهم لما بعثوا له في تعليم الناس والصبر عليهم وتحمل طبائعهم واختلاف مشاربهم وتحمل المشقة في دعوتهم وأنهم يتهيئون قبل الدعوة على هذا لأن الغنم على ضعفها الغنم في ضعفها بتفرُّقها وتعرُّض السباع صغارها وكبارها لها وتفرُّقها الغنم أكثر للمواشي تفرُّقا وأنه في العادة لا تُربط بل تتفرَّق فيشُق جمعها ويجسهده البحث لها عن مرعا فهي ضعيفة بخلاف الإبل والبقر فيشهل جمعها وعند مبيتها قد تُربط مثلاً والغنم ليست كذلك فمعاناة الغنم أشد مشقة مع ما فيها من الضعف في مقابلة الإبل والبقر ففي تحمُّل رعاية في تحمُّل متابعتها ورعيها صبرٌ عظيم على تحمُّل المشقة فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام حين يُبعثون يكونون قد تهيَّؤ في معاملة الناس في مشاربهم اختلاف طبائعهم والصبر عليهم فلهذا الله سبحانه وتعالى كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن نبي لا وقد رعاها ما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم ما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم وفي أن النبي مأمور بأن يدعو والأدلة كثيرة لأن هناك من فرق بين النبي والرسول لكن الشاهد في قوله نبي وذكر نبي لأن الرسالة أخص فكل رسول النبي على أحد القول وليس كل نبي الرسول فذكر العموم ليدخل الخاص فيه ما من نبي إلا قد رعى الغنم فقال أصحاب وأنت قال نعم وأنا كنت أرعاها بقراريط لأهل مكة لأهل مكة والشاهد من الخبر واضح في هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في قوله كنت أرعاها بقراريط على قراريط لأهل مكة والإجارة محل اتفاق من أهل العلم محل اتفاق والأجير أمين إذا كانت الإجارة على شيء يعمل عليه على شيء يعمل عليه أمين والأمين لا يضمن إلا بتفريق فلا يضمن إلا بتفريق فإذا مثلا حصل تلف بغير تفريق منه لما تمن عليه فيده يد أمانه وإن كان يأخذ على ذلك جُعلا وإن كان يأخذ على ذلك جُعلا يعني مالا من باب أولى إذا كانت أمانة محظة فالأمين قد يكون أمين محظا وهو الوديع الذي يأخذ الشيء لمصلحة المعطي وهو المودع فهذا أمين محق ويده يد أمانة يقبل قوله وهناك أمين هو شريك لمن اعتمنه مثل الشريك إنسان شريك لإنسان في مال يعملان في هذا المال وشريكه أوكل له هذا المال يعمل فيه فهو في قسم من المال مال كله وفي القسم الثاني وكيل فيه وأمين عليه فيده يد أمانة فهو قبض لمصلحته ما فالقابض إما لمصلحة المقبض أو لمصلحته ما جميعا أو وهو القسم الثالث لمصلحته هو إما أن يكون قبضه لمصلحة المقبض وهو الأمين الخالص صاحب الوديعة هذا لا مصلحة له إلا في حفظ الأمانة أعطى إنسان هذا المال يحفظه هذه يد خالص يد أمانة الثاني كما تقدم قبضه لمصلحته ما الشريك لإنسان قبض المال وهو يعمل فيه له جزء من المال ولشريك جزء آخر فهو قبض المال لمصلحته ما هو يعمل في نصيبه ويعمل في نصيب شريكه فهو قبض المال لمصلحته الثالث قبض المال لمصلحته هو لمصلحته هو لا لمصلحة المقبض وهو المستعير وهو مستعير أنت استعرت من إنسان كتاب استعرت من إنسان سيارة استعارت من إنسان دابة أي شيء تستعيره استعارت شيئا من متاع البيت استعار الجار من جاره شيء يحتاجه في بيته فرش مثلا أو طبخ استعار من شيئا يطبح فيه مع ذلك أعاره يد القابض القابض هذا قبض لمصلحته هو لا لمصلحة المقبض هذه يد المستعير وهذه اليد أيضا يد أمانة على الصحيح خلافا للجمهور والأجير كما تقدم كذلك وكل هذا ما لم يكن هناك تفريق ما لم يكن هناك تفريق ولهذا لو تلفت العارية فإنه لا ضمان عليه إلا بتفريق إلا بتفريق أو بشرط بشرط أن يضمنه إي أن يضمنه إذا شرط فالمسلمون على شروطهم وهناك أيضا شيء آخر لو تلفت التلف المعتاد بالاستعمال استعار منه مثلا بساطا استعار منه سيارة مع الاستعمال المعتاد الذي ليس فيه تعدي انشحلت الكفرات مع كثرة استعمال فقال له أنت أخذت السيارة مني وكفراتها نظيفة الآن الكفرات انشحلت لا تتحمل لا يضمن لو قال أبدلها نقول له لا يضمن إلا إن شرطت عليه ذلك قلت بشرط أن ترد عليه الكفرات سليمة لو كانت انشحلت كذا تبدلها فالمسلمون على شرطهم وهذا شرطهم صحيح على الصحيح لكن لو أنها انشحلت مع كثرة الاستعمال فهذا استعمال معتاد كما لو استعار منه مثلا فراشا أو بساطا مع طول الاستعمال ذهب زرعه وتقطعت أبعض أطرافه مع الاستعمال معتاد بلا تعد لا يضمن لا يضمن لأن العارية مشروعة ومنهي عن منعها ويمنعون الماعون قال ابن مشعود رحمه رضي الله عنه ورحمه من الصحر الصحيح هو منع القدر والدلو والحبل أو كما قال رضي الله عنه يعني حين يحتاج الجار من جاره وهذه كانت أيضا تكثر قديما وربما أيضا حديثا أيضا فيما يحتاج الجار من جاره فيستعين منه فلا تمنع وتجب على الصحيح حين يستغني عنها جاره وهذا من الرفق بين الجارين فبالاستعمال المعتاد لا يضمن لأنه قبضه وين قبضه لمصلحته وذلك أنه قبض بإذن المقبض بإذن المقبض ما لم يشرط عليه شيئا وشرطا صحيحا في هذا الباب فالمسلمون على شرطهم فالشاهد أنه كما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ما يتعلق بالإجارة وأن الإجارة في هذا في هذا محل إجماع و اتفق العلماء عليها وأنه يجب تسمية الأجرة وتحديدها إلا ما كان شيئا مثلا معتادا عرفا فالمسلمون تجري عليهم هذه الأمور في الأشياء المعروف في العادة وإما يذكر في هذا وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الصائحين في حديث ابن عمر في الصائحين في الثلاثة الذين كانوا في غار كانوا في البرية فأطبقت عليهم السماء مطر عظيم فبحثوا عن مكان فأووا إلى غار فأووا إلى غار حتى يقيهم ضرر المطر لشدته فبينهم كذلك إذ ناجرت صخرة من هذا الجبل الذي هم فيه فسدت باب الغار صخرة عظيمة لا لا يرون يعني شيئا من خارج هذا الغار ولا يبصرون ضوءا ولا شيء فقالوا رضي الله عنهم وكان في من كان قبلنا صالحون على الهدى والخير اعلموا أنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا العمل الصالح وكما قال رضي الله عنهم كما في الحديث فالشاهد لترجمة والحديث أحدهم قال اللهم إنه كان لأجراء أجراء يعني جراء كان معروفة متفق عليها وهذا بواب عليه العلماء وذكروه وذكره النبي مثنيا على صاحب هذا العمل وهذا مما يدل على أنهم شرعنا مع أنه جاء في شرعنا ومحل اتفاق ففيه أنه الثالث أو أحدهم قال اللهم إنه كان لأجراء سأجر أجراء فلما فرغوا من عملهم قالوا أعطى فأعطيت كل أجير أجره أعطى كل أجير أجره حقا الذي له إلا واحدا أبا أن يأخذه أبا أن يأخذه لم يذكر في الحديث السبب لكنه أبا أن يأخذه فذهب وترك ماله ثم مضى ومضت مدها الله وعلمه لكنه بعد ذلك رجع النبي يخبر والنبي ينزع الوحي رجع بعد ذلك ذلك العامل إلى صاحب الذي استأجره فقال له اتق الله وأعطني حقي أعطني حقي وكان أمامه واد من الإبل واد من الغنم واد من البقر وأموال عظيمة قال صاحب استان كل ما ترى فهو لك كل ما ترى فهو لك لأنه في الحديث قال ثم إني ثمرته له جعل يعمل في ماله الذي تركه ثمره له جعل يعمل فيه فأطرح الله البركة العظيمة في مال المستأجر وفي ماله عموما وفي مال من استأجره حتى صارت أجرته أودية عظيمة من إبل وبقر وغنم فقال كل ما ترى فقلت لا تستهزئ بي يظن استهزئ به فقلت إني لا أستهزئ بك فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا الله أكبر فالشاهد أنه بيّن عليه الصلاة والسلام الأجرة وفضل الصدق والبركة في البيع والشراء والإجارة حين يصدق البيعان وجميع المتعاقدين وجميع المتعاقدين في هذه الأموال ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على مسائل ورجحوا بهذا الحديث مسائل وقع الخلاف بين العلماء فيها منها عمل المؤجر في مال المستأجر متاركة وعمل بدون إذنه لكنه عمل فيما يصلحه والنبي ساقه مساق المدح ساقه مساق المدح والعلماء يقولون إنما سيق مساق المدح في هذا الباب فإنه يكون يكون من شرعنا ويكون حجة في المسائل التي وقع الخلاف بين العلماء فيها ومن هذه المسألة والأحاديث في باب الإجارة الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ومنها أيضا عمل المسلم عمل مسلم ولو كان ذا مكانة عظيمة بالأجرة روى الإمام أحمد رحمه الله أن علي رضي الله عنه يعني أصابهم شدة في أول الأمر قبل خيبر قبل أن يتسع الحال أصابهم شدة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة في هذا فكانت الشدة عليه شديدة في هذا الباب والأحاديث في هذا كثير كان علي رضي الله عنه يشتغل في البستان ويخرج الماء بالدلو كل دلو بتمره كل دلو بتمره حتى أخرج سبعة عشر دلو فأخذ سبعة عشرة تمره رضي الله وقال هذا يكفيني ما رح يسأل رح يعمل لأجل يحصل تمره رضي الله عنه عمل ثم أخذها رضي الله عنه ومشى فالإيجارة محل اتفاق من أهل العلم والأدلة كثيرة عليها وجميد العلها في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه وكما في هذا الخبر ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بإحيان نعم بل حديث آخر يتعلق بالإيجارة يتعلق بالإيجارة قالوا عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هذا الحديث حديث قدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيمة رجل أعطى بي ثم غدر أعطى بي رجل أعطى بي ثم غدر يعني عاهدني حلف بي أعطى أعطى العهود والمواثيق أنه يفي مع أن الوفاة واجب مجرد ما يعاهد لكن هو حلف أو عاهد وقال علي عهد الله أعطى بي أعطى غيره قال له أعطني كذا أو بيني وبينك كذا وعهد علي وعهد الله علي أنني أعطيك أنني أوفيك أو والله إني أوفيك سواء كان عهدا أو كان مؤكدا بالعهد أو باليمين كله من هذا الباب ورجل باع حر فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوف أجره فلم يعطيه شيئا قوله ورجل المعنى رجل أو امرأة لكن لما كان الغالب في المعاملات تكون من الرجال ذكر على الغالب ذكر على الغالب وإلا فالأحكام الشرعية لا فرق فيها بين الرجال والنساء فهما تفيقان في هذا الباب إنما قد يذكر الغالب فلهذا قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيام ذكر الثلاثة لشدة ما فيه من الظلم وإلا هو سبحانه وتعالى خصم لكل ظالم سبحانه وتعالى لكن لشدة الأمر في هذا ولأن فيه معاهدة ولأن فيه جناية خاصة في التعدي مثلا في باب العبودية بأن يستعبد حرا أو بأن ينزل الحر منزلة المملوك بأن لا يعطيه أجره استدى الأمر ولهذا خص من بين إنواع الظلمة ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة جاء في لفظ آخر صحيح عند ابن خزيم وغيره ومن كنت خصمه خصمته ومن كنت خصمه لا شك مخصوم هذا الذي يخاصم الله فهو محروب دليل مخصوم كل من خاصم في هذا الباب فهو دليل فهو محروب لشدة عداوته لما أمر الله به سبحانه وتعالى قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة لماذا ليوم القيامة لظهور الأمر وإلا فقد يحصل ذلك في الدنيا وقد يستوفي المظلوم لكن إذا أصر ظالم على ما ظلم به فإنه يظهر الأمر يوم القيامة الملك له سبحانه وتعالى في الدنيا لا أخر لكن يظهر في الآخر لمن الملك اليوم لله الواحد القحار لأنه انتهى الأمر كل يقول نفسه نفسه حتى الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام انتهى الأمر يفر الإنسان من أقرب الناس إليه من أمه وأبيه وصاحبته وآقه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه انتهت الأمور ليس هناك وسطات ولا شفاعات لما ثم إلا الحسنات والسيئات هذا هو الجواز الذي يجوز به العباد النار ويمرون به على الصراط ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة في الفضل آخر كما تقدم ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى به ثم غدر الغدر عقبته وخيمة عقبته منكرة وجاء في الحديث الصحيح أيضا في صفات المنافق أربع من من كن من كن فيه كان أو كانت فيه خصمه من كان منافق خالق من كان منافقا من كن فيه كان منافقا خالصا ومنها أيضا الغدر إذا حدث كذب وإذا وعد أغلف وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف أو وعد أخلف فهذه خصلة سيئة فلهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي أن الله خصم له سبحانه وتعالى أعطى بي ثم غدر والغادر ينصب له رواء يوم القيامة هو أراد بهذا الغدر أن يكسب أن يربح أراد بهذا الغدر أمور من أمور الدنيا لكنه لا يتم له يومقه يعود بنقيض قصده والجزاء من جنس العمل حديث بسعيد الخدري عند مسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند دسته يعني عند دبره يقال فضيحة بين الناس هذه غدرة فلان ابن فلان بين الناس أول ما يكون أمر يظهر بهذه الغدرة فالغدر عقبته وخيمة ثم هو نكد على صاحبه في الدنيا وحسره ويقال أعطى به وغدر لشدة ما وقع فيه من المخالفة والخداع رجل أعطى به ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمن باع حرا هذا اختلف فيه باع حرا هل معنى أنه مثلا له مملوك فأعتقه بدون أن يعلم المعتق إنسان له مملوك قد يعتقه بين أهلي مثلا لا يعلم هذا العتير فيستمر على ملكه ويستعمله على أنه مملوك ويبيعه على أنه مملوك مثلا وقيل أنه يعني يأخذه بالقوة ويمتلكه بالقوة ويستعبده بالقوة استعبده بالقوة فيبيعه على أنه مملوك له لشك أنها ذنب عظيم كيف يستعبده ويجعله عبدا وهو حر جعله مملوك وهو حر فرق لأن المملوك وإن كان أجره عظيم إذا أدى حق الله وحق مواليه ولهذا في الحديث صيحة لموسى ثلاثة لهم أجران ثلاثة لهم أجران رجل مملوك أو مملوك أدى حق الله وحق مواليه ورجل من أهل كتاب آمن بنبيه وأمن بيه ورجل كان له أمه فاعتقها فأدبه فإحسنا تأديبها ثم أعتقها وتزوجها لهم أجران هؤلاء الثلاثة له أجر عظيم لأنه كان في الرق ومع ذلك أدى حق الله سبحانه وتعالى وأدى حق مواليه حق سيده لكن إذا استعبده وجعله مملوك حتى في الظاهر تسقط عنه بعض الأمور الواجبة على الحر ثم هو يقصر به عن أمور الأحرار في باب العبادة وينزله منزلة المملوك هذا لا شك تعدي على ما أمر الله به عبادة من عبوديته وعبودية الأحرار وإن كان الأصل في العبودية اتفاق جميع العباد لكن يقصر المملوك بعض الشيء فلهذا قال ورجل با حر فأكل ثمنه ورجل استأجر أجير استأجر أجير كما في الحديث فاستوفى منه استوفى منه ما استأجره عليه استأجره على عمل في زراعة في صناعة في أي شيء استوفى منه فلم يعطيه أجره وهو بالحقيقة يشبه نوعا من الاستعباد لأنه كأنه استعبده حيث استعمله في هذا العمل واستوفى العمل منه ولم يعطيه أجره والأجير الواجب مبادرة في إعطاء حقه ولهذا عند ابن واجه أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه الله أكبر في المبادرة إلى إعطاء الحقوق واستفاء ما في الذمم والشاهد من الحديث في ذكر الأجرة في هذا الخبر عن نبي عليه الصلاة والسلام هذا حديث عظيم رواه البخاري رواه البخاري من رواية يحيى بن سلين الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عنه وقد تجرأ وجزم بعضهم وتكلم في هذا الحديث ومن هؤلاء بعض من أهل الحديث المعاصرين ممن ضعف هذا الحديث وهو في صحيح البخاري صحيح البخاري ف بعضهم ضعف وهذه جرأة على الصحيح وهذا أمر لم يقله من تقدمه قبله استقر الإجماع على هذا الصحيح فأنه أن أحاديثه صحيحة وقطع بذلك أهل العلم وقطع الإجماع عليها علما وعملا وهذه المسألة فيها كلام مبسوط كثير واضح وبين كيف يتجرأ على تضعيث حديث الصحيح والأدلة بين عليه ثم هذا فتح ذا الباب فتح لأن يتجرأ على حادث أخرى لكن في الغالب أن مثل هذه الدعاوى تموت وتذهب ولا تبقى لأن العلم أجمع على هذا الصحيح على صحته ثم ما الدعي وما ذكر في تضعيفه يسقط بالأدلة البينة أولاً كما تقدم أن هذا الحديث رواه البخاري وصحيح البخاري رحمه الله هناك حديث تكلم العلماء ليس من جهة تضعيفها لكن من جهة طريقة البخاري في روايتها في رواية هذا الحديث وإنما يشار إلى خصوص هذا الخبر وكل حديث ممن ذكر عنو أنه تكلم به بين وجه ضعف الانتقاد وكثير ممن تقد لم ينتقد من جهة الضعف إنما حين يرويه البخاري مثلاً لهذا الرجل ويكون الحديث عند البخاري نفسه من طريق آخر أو يكون لم يعتمده وله شواهد فكل ها مجاب عليها وخصوص هذا الحديث بالرواية يحيى بن سليم فمن ضعفه قال إن يحيى بن سليم هذا سيء الحفظ ضعيف سيء الحفظ ضعيف فيكون ضعيف وبالنظر في ترجمته يتبين أن الرجل إما ثقة كما قال الذهبي يعني النتيجة أو أنه صدوق صدوق وأن تضعيفه ليس على الإطلاق إنما ضعف في شيء خاص وهذا هو الصحيح وإذا وإذا جمهور العلماء من الحفاظ المتقدمين قوّوا أمره منهم من وثقه منهم من قال إنه صدوق منهم من قال إن كتابه جيد إنما قد يخطئ في شيء معين وليهذا وثقه الإمام في رواية وروا عنه رحمه الله في حديث وأيضا يعقوب بن سهيان رحمه الله قوّى أمره كذلك يحيى بن معين والساجي وابن حبان وجماع من الحفاظ إنما ضعفوه في روايتي قالوا عن عبيد الله بن عمر كما قال النساء والإمام أحمد وجماعة لم يضعف مطلق إنما ضعفوا روايته عن أحد الرواة وهو ثقة لكن روايته عنه ضعيفة قالوا إن روايته عنه منكرة والبخاري لم يروي له عن هذا الرجل إنما روا له عن إسماعيل بن أمية عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه فسلم الطريق الذي أخرجه البخاري أيضا هذا قال كثير من أهل العلم وأبو حاتم رحمه الله قال إنه صدوق وأنه حاله يعني حسن أو كما قال وإنما قال في سياق الكلام لا يحتج به في بعض عباراته وهي عبارة توحي بأنه ليس عن الإطلاق مع أن عبارات جمهور المحدثين والحفاظ على قوته إنما ضعفوه تضعيفا خاصا ولهذا قول الحافظ رحمه الله النسي الحفظ هذه كلمة مستدركة عند النظر في ترجمته لا يتبين أن الأمر كما قال الحافظ بل هو جيد إما ثقة كما يتبي من ترجمته وجزا بذلك الذهب أو أن يقول إنه صدوق صدوق رحمه الله إنما لا يقبل في رواية عن عبيد الله ابن عمر والذي قال إنه سيء الحفظ هو الدار قطني وبعده أبو أحمد الحاكم أو كلاهما في عصر واحد دار قطني في سنة ثلاثمائة وخمسة وثمانين وأبو أحمد الحاكم ثلاثمائة وسبعة وثمانين فهما في عصر واحد قال إنه سيء الحفظ لكن من تقدمهم من العلماء جزموا بقوته ولهذا قولهم أمتا وخصوصا لإمام أحمد لأنه أدركه وروى عنه وإن كان توقف بعض الشيء ولهذا الصواب قبول ما روى وأن روايته رواية جيدة وأنه لا يعل الحديث به يدل على ذلك أنه بتتبع رواياته رحمه الله الأخرى والطرق الأخرى التي يرويها في أحاديث كثيرة يرى أن أحاديث قد رواها الثقات قد رواها الأئمة وحاديثه 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 توافق رواية الثقات وكلام الأئمة رحمة الله عليهم من الرواة فلم يروي شيئا منكرا ولم ينفرد في غالب ما روى والأخبار التي ينفرد بها أو التي ضعف إنما روايات خاصة مشتنكرة في بعض الرواة لا على شبيل الإطلاق فلهذا كان هذا الخبر كسائر الأخبار التي رواها البخاري وإن كانت أخبار البخاري رحمه الله يعني تختلف التراجم فيها ودرجاتها في الصحة والقوة بعضها يكون بتراجم يعني أقوى وأمتن ثم ذكر رحمه الله ولذلك الشق الأخير متعلق بإحياء الموات ولعله يأتي في درس غد إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا وحمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر